استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة والممثل الخاص لرئيس الروسي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين كما اجتمع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين موجها الحكومة بزيادة حد الإعثاء الضربي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من السيد دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي والسيد ميخايل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي ونائب رئيس البنك المركزي الروسي وسفير روسيا بالقاهرة كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مؤصلة تعزيز العلاقات السنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات السنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي وفي ذلك الإطار تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وهو الإطار الذي يوفر أليات سنائية مختلفة للتعاون بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي تنعقد دورتها الرابعة عشر حاليا بالقاهرة بما يصهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات لسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبع للطاقة النووية وكذا إقامت المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي ستمهد طريقة للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيد وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024 حيث عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستشهد تحقيق فائد أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي مع معدل عجز كلي بنحو 6.37% إلى جنب ارتفاع معدل نمو الإرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليار جنيه بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه كما أوضح السيد وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الأثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة وتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته وفي سياق جهود الدولة لتخفيف أسار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين وجه السيد الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه